شهد برنامج صار الوقت الذي يعرض على قناة MTV اللبنانية إشكالاً بين مناصرية تيار الوطني الحر ومعارضه في الاستوديو تطور إلى تضارب بالأيدي وإطلاق نار خارج الاستوديو ما استدعى تدخل الجيش أهدف 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 أهد البرلمان اللبناني. أهلا بك معنا سيد غياث. هل وصلت الأمور في لبنان إلى حد إطلاق الرصاص بين الأحزاب المتناحرة سياسياً هناك؟ سيدتي أول شيء صباح الخير. لا يمكن تعميم ما جرى أمس على أن هذه هي لغة التخاطب وهذه هي وسيلة التخاطب بين كل الأحزاب. هذا شأن حصري وهذه لغة حصرية وهذا خط حصري ينتهجه الطيار الوطني الحر في تعاطيه مع الإعلام منذ البدايات. إذا تحب بفلاشباك بعودة سريعة إلى تاريخ تولي ميشيل عون الشأن العام ودخوله إلى السلطة بدءاً من عام 1988. هو تعاطى بشكل بتنمر وبقلة احترام مع كل الصحفيين الذين كانوا يعارضونه أو ينتمون إلى رأي آخر غير الرأي الذي يريد تسويقه العماد ميشيل عون. هذا النهج السياسي يمكن ربطه بأنظمة بائدة بغوغائية تنتمي إلى أربعينيات وسلسينيات القرن الماضي. ما جرى أمس هو تعبير إضافي وحلقة في سلسلة من التعاطي غير اللائق مع الإعلام ومع احترام الحرية التعبير وحرية الرأي الآخر. لم يكن في مواجهة الطيار الوطني الحر أمس أحزاباً. كان هناك طيارات سياسية مغايرة لرأي الطيار الوطني الحر. أفسح لها مقدم البرنامج. وأتاح لها كل الوقت للتعبير عن نفسها. وكانت وسيلة التعبير ظاهرة للعيان. ولسوء حظ الطيار الوطني الحر اليوم أنه يتصرف هو وطياره مع الأعلام وعبر وسائل الأعلام بطريقة صارت مكشوفة. السوشال ميديا صورت. كاميرات الفردية صورت. وكانت في قلب استوديو الأخبار. وكانت ظاهراً وبادياً للناس كيف طاعته بقلة أدب وبقصر نظر وبشتيمة مع مقدم البرنامج. ومع الجمهور العريض الذي يحضر هذا البرنامج بكل أسبوع. سيد غياث قائد الجيش اللبناني حذر من استغلال الفراغ الرئاسي للإخلال بالأمن. هل هناك أو في أي إطار ممكن أن نضع تصريح قائد الجيش وما يقصد تحديداً بالإخلال بالأمن؟ من أنه يتعطى بالشأن الوطني من دون تمييز. ورسالته موجهة إلى كل من تسول له نفسه استغلال الفراغ الرئاسي والتعسر في عمل المؤسسات وهو أنه كل شيء لا صمح الله قد تداعى في الدولة اللبنانية لكن مؤسسة الجيش اللبناني لا تزال هنا ساهرة على أمن اللبنانيين وأمن الوطن. اليوم إذا أريد أن أربط مع الرسالة التي تحكيها التي توجهها التي سابقة للحادث التي ستبت بالأم تيفي. نعم يمكن أن نربط بأنه كان يقول بطريقة غير مباشرة وسابقة لوقتها كان يعني جمهورة طيار الوطني الحر الذي قام بتصرف ميليشيوي مع مؤسسة أعلمية لا تنتهج سوى الكلمة وقل ما أعطته وحمد هذا الطيار الوطني الحر عبر تاريخها منذ أواصل التسعينيات عندما كان ممنوع الكلام عن طيار الوطني الحر وعن الجنرال الذي كان في المنفى هذه المؤسسة الأعلمية فتحت صدرها ومنبرها وجندت صحفيها وتعرضت للإقفال لإبقاء صوت الجنرال ميشيل عون موجودا داخل لبنان وللقول للقاسي والداني أنه لا يمكن في لبنان قمع الحريات ومنع القوى السياسية من مراسة حقها في العمل السياسي الوطني حتى لو كانت في المنفى ما هكذا تكافأ هذه المؤسسة ولا يمكن في لبنان تحمل هذا النوع وهذا النمط القمعي في الإعلام من أي جهة أتى طيب بالنسبة لجلسة الجلسة التي دعا لها رئيس مجلس النواب نبي هبري لحسم اسم رئيس الجمهورية هل تتوقع أن يتمكن اللبنانيون فعلا من حسم مسألة الفراغ الرئاسي هي الدعوة ليست لحسم الاسم بإما مسعى في مصار البحث عن حلول لإيصال رئيس الجمهورية وإقفال باب الفراغ المشرع الذي يقود لبنان نحو الانهيار البارحة كانت الجلسة مخصصة للاستماع إلى رسالة يطلب فيها الجمهورية السابق ميشيل عون من المجلس النيابي سحب قدرات أو صلاحية من العمل السياسي واعتبار هذه الحكومة مستقيلة وغير قادرة على التطعاط مع الجمهورية القوية تكتل الجمهورية القوية بعمل دستوري بحث صوبنا من خلال أي أننا استمعنا لها واحترمنا مصدر هذه الرسالة اللي هو رئيس الجمهورية ولكننا من خلال الضغط دفعنا رئيس المجلس سيد غياث يزبك الصوت يتقطع يعني لم نتمكن من سماع الجملة كاملة على كل حال أشكرك جزيل الشكر نائب غياث يزبك عضو تكتل الجمهورية القوية في البرلمان اللبناني موسيقى